يقولون أن الاحتلال الإسرائيلي يتقن فن صناعة رواية الإعلامية ولكن في معركة طفان الأقصى انقلب السحر على الساحر وانكشفت الحقيقة وانفضح ضعف رواية الإسرائيلية بل كذبها ورغم الفشل الذريع في الترويج لها عادوا لمعركة التشويه وتزييف الحقائق من جديد فهذا الحساب الإسرائيلي نشر هذا المقطع للناشط الفلسطيني والصحفي صالح الجعفراوي وعلق عليه ساخرا ممثل باليود لقد عاش ومات كثيرا كالأفلام والمسلسلات زاعما أن هذا المشهد تمثيلي بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي صالح الجعفراوي لحملة تشويه فقد اتهم سابقا بأنه عميل سري لإسرائيل لكن لأن الحقيقة دائما ما تفرد نفسها مهما كان حجم آلة الكذب التي يمولها الاحتلال الإسرائيلي يمكننا الآن أن نقول أن أو إن رواية تزييف الصحفي صالح الجعفراوي لإصابته كاذبة وتهدف للتضليل وتشويه الفلسطينيين وتزعم تزييفهم لمشاهد القاتل والإصابة التي يتعرضون لها الحقيقة إذن هي ما نقله الصحفي الفلسطيني عبد الرحمن الكحلوت بكاميراته عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي وأن مشهد إصابة الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي يعود إلى الخامس عشر من فبراير الماضي وقد وثقت صحفية عبد الرحمن الكحلوت مشهد إصابة الجعفراوي ولحظة تلقيه للعلاج نشاهد يبدو إذن أن آلة الدعاية الإسرائيلية أفلست فلجأت إلى البحث عن المشاهد القديمة لشعب فلسطين من أجل تشويههم وتزييف معاناتهم ولكن الحقيقة تطغى على الباطل مهما بلغ الظروت اشتركوا في القناة